اجتماع ثلاثي تحت ظنه العاصمة بغداد يجمع وفد حكومة الإقليم وممثلي الشركات النفطية ووزارة النفط العراقية تهدف زيارة وفد حكومة الإقليم إلى وضع آلية لحل المشاكل المتعلقة باستئناف تصدير النفط وفقا لمجلس وزراء كردستان وقد جاءت بدعوة من وزارة النفط الاتحادية الذي ميز هذه الاجتماعات هي الاجتماعات ثلاثية تضم وزارة النفط العراقية ووزارة ثروات طبيعية في الإقليم ورئاسة الوزراء وكذلك الشركات الأجنبية العاملة بهدف وضع آلية لتذيل الصعوبات التي تحول دون استئناف تصدير نفط الإقليم أشار وفد حكومة الإقليم إلى بحث العديد من المسائل الخاصة باستئناف تصدير النفط خلال اجتماع مع وزارة النفط العراقية ويكمن الخلاف الرئيسي في نفقات إخراج وإنتاج النفط من الحقول الواقعة تحت سلطة حكومة الإقليم تكلفة الاستخراج والإنتاج ومستحقات الشركات هي يكمن الخلاف هنا فتعمل الآن حكومة إقليم كردستان إلى التوصل إلى تفاهم خاصة بعد أن أدل المسؤولون في أربيل أن هناك انفراجة أو تجاوب من الحكومة الاتحادية ممكن القول وضمن هذه المعطيات الإيجابية أن تكون هناك انفراجة ويعاد استئناف صادرات نفط كردستان وفي شهر آذار من العام الماضي أصدرت محكمة التحكم الدولية في باريس قرارا بوقف صادرات النفط من الإقليم إلى تركيا والتي كانت تبلغ 450 ألف برميل يوميا بعد دعوة قضائية رفعتها بغداد ووفقا لاتحاد صناعة النفط في الإقليم فقد بلغت القسائر الناتجة عن هذا التوقف حوالي 12 مليار دولار ويمثل نفط كردستان نحو 0.5% من إجمال الإمدادات العالمية زيارة وفد حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد تأتي بعد تفاهمات سياسية مسبقة حول القضية مما يسهل الوصول إلى اتفاق نهائي واستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان أعلي زيتو قناة دجلة أربيل